كالمعتاد في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي تكون المراجعة الدورية لأسعار البنزين والتي تشهد في شهر أبريل انخفاضا جراء انخفاض الأسعار العالمية وهو من عكس على تسعيرة البنزين حيث جاء سعر بنزين 91 بانخفاض نسبته 15.5% من ريال و55 هللة لكل لتر يصبح عند ريال 31 هللة فيما انخفض سعر بنزين 95 ليكون السعر الجديد ريال 47 هللة لكل لتر بدلا عن ريالين و15 وهو أدنى سعر منذ أكثر من عامين الربط بسعر التصدير النفطي للشهر الذي يسبق المراجعة العامل الأهم في التسعيرة الشهرية لكن يبقى الأهم في ذلك وهو ترشيد الاستهلاك للحفاظ على القوة التصديرية حيث يعد النفط مركز قوة المملكة اقتصادياً وعاملاً مهمة للوصول لأهداف رؤية 2030 لسيما وهي تلعب دوراً مهماً في استقرار أسعار النفط والمحافظة على مكتسباته وعلى التوازي تعمل العديد من الجهات الحكومية على مراقبة الالتزام بالتعديلات من خلال الجولات التي تقوم بها وزارة التجارة بالإضافة لوزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال إلزام المزودين بشاشات لعرض الأسعار وهو ما يعكس الحرص التام الذي تقوم به الدولة لتخفيف العبء على المواطن ومنع أي ضرر ينتج جراء تعديل الأسعار ولا تزال المملكة ضمن الدول الأقل أسعار للبنزين والديزل في العالم